سياسة التجويع واحدة من السياسات الكثيرة التي تتخذها ميليشيا الحوثي للضغط على المواطنين في مناطق سيطرتها إذ عمدت إلى السيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة وتسخير عائداتها إلى قوامها المالي على حساب المواطنين ولفتح أسواقها السوداء لبيع المشتقات النفطية بأسعار خيالية عملت على احتجاز السفن النفطية والتجارية التي تصل إلى ميناء الحديدة عشرات السفن المحملة بالنفط من مادتي الديزل والبنزين ومواد وسلع تجارية تم منع تفريغ حمولتها من قبل ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب على الدولة كان آخرها ما صرح به رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح والتي يصل عددها إلى عشر سفن ما بين نفطية وتجارية ثلاث سفن نفطية منها تم احتجازها أواخر سبتمبر الماضي وكان على متنها نحو 35 ألف طن من مادة الديزل وتسعة آلاف طن من مادة البنزين وفي اكتوبر الجاري احتجزت الميليشيا سفينتين أحدهما نفطية وتحمل على متنها سبعة آلاف طن من الديزل وخمسة عشر ألف طن من البنزين والأخرى تجارية وعلى متنها خمسة آلاف وسبعمائة طن من الدقيق والسكر ست سفن أخرى بحسب رئيس اللجنة العليا عبد الرقيب فتح تم احتجازها ومنع تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة في الثلاثة الأشهر الأخيرة خلال فترات زمنية متفاوتة إجراءات تتبعها ميليشيا الحوثي بالتزامن مع أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت إلى 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح تجار موالين لها وهو ما أثقل كاهل المواطنين الأمر الذي دعت فيه الحكومة الأمم المتحدة للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الإجراءات وتسهيل دخول السفن إلى الميناء وإفراغ حمولتها بهدف التخفيف من حدة الأزمة الراهنة ترجمة نانسي قنقر